قبل ما نتكلم عن أفضل الأفلام في 2019 عاوز أحكي لكم عن موضوع كده من أهم عوامل النجاح في مجال الريفيوز وصناعة المحتوى يا جماعة هو المالتي تاسكينج وإذا ذكر المالتي تاسكينج ذكر محمود مهدي أنا عندي قناتين على يوتيوب واثنين بودكاست وستريم ويمكن يكون عندي حاجة كمان أنا مش دريان بيها وفي أي لحظة بشتغل على كمبيوترين وبتابع أربع شاشات آه في شاشة كمان وورا الكاميرا ما بتحكش عليك ولا حاجة والسيطرة على المالتي تاسكينج عندي الغلطة فيها بجون ممكن تلاقوا محتوى ماتش جامد طالع على فيلم جامد ومحتوى الستريم طالع على البودكاست انتل لما سمعوا عن الموضوع ده حبوا يتحدوني ويشوفوا لو قدرات المالتي تاسكينج عندي فعلا زي ما أنا فاكر ولا لأ وأنا إبلت التحدي وللي مش عارف انتل هي الشركة اللي بتصنع البروسترز اللي بتبقى جوه الكمبيوترز ومن خلالها بنقدر نعمل شغلنا زي الإدتينج والأبلودينج والساوند ميكسينج والحاجات دي كلها يعني الكمبيوتر ده والكمبيوتر ده بيشتغلوا بيساعدوني أعمل كل حاجة بعملها عشان جواهم بروسيسر انتل فإيه هو التحدي بقى؟ التحدي اسمه الجيبرش تشالنج هحاول أكتب اسم فيلمي المفضل ده شاو شانك ردومشن ولكن بطريقة مختلفة شوية لأن في نفس الوقت اللي بكتب فيه اسم الفيلم بعيد عد تنازلي من 23 لواحد وقصات كل حرف من اسم الفيلم بكتب رقم وأثناء ما أنا بعمل كده حيتقلي كوتس مختلفة من أفلام مختلفة والمفروض اني أخمن اسم الفيلم صح وكل ده المفروض يخلص فيه خلال دقيقة فتعالوا نشوف كده هعمل ايه أوكي أنا جاهز عايز تطلع دكتور وتفضحنا يا محي محي فلسين العظيم وانا هموت كده بحجري أنا مش عارف أعمل ايه عبود على الحدود صح اضرب كمان عوزة توب زاكي شان أوغرز are like onions شرك they called me Mr. Glass Unbreakable This is Sparta 300 Just keep swimming لا مش عارف finding Nemo I'm gonna kill Bill You had my curiosity but now you have my attention With great power comes great responsibility Batman the Dark Knight Spiderman Where is my super suit The Incredibles Wilson Castaway You shall not pass Lord of Terror The 5 لا مش مصدق انا عملت بشعات انا عملت جرايم طب انا كسبت اي حاجة انا كسبت حاجة انا كسبت حاجة انا كسبت حاجة انا كسبت حاجة اه بس دي مش ليه دي ليهم هم واضح اني صعبت عليهم فهيدوني اكسس لكل البروموشنز بتاعة كومبيو ساينز وعشان انتو حبيبي بس هشارك معاكم كل الدسكاونز هتلاقوا في الديسكريبشن تحت لينك هيوصلكم لكل عروض كومبيو ساينز اللي معمولة على كل الاجهزة المزودة ببروسيسر انتل بس بصرف النظر عن كل حاجة خلونا دايما فاكرين اني جامد برضو كل سنة وانتو طيبين بمناسبة الحلقة السنوية والمرة دي الحلقة حنصنف فيها افضل عشر افلام في 2019 انا عارف ان الحلقة المرة دي بتتعمل بدري شوية وان فيه افلام مهمة لسه ما شفتهاش ويمكن لو كنت شفتها كان فيلم منهم يحجز مكان داخل الايمة افلام زي uncut jams و the lighthouse و 1917 بس بصراحة انا بالنسبالي 2019 على فيلم جامد بتنتهي بالحلقة دي يعني الحلقة الجاية من فيلم جامد ان شاء الله هتكون في يناير 2020 2019 سينمائيا كانت بشكل عام سنة مربكة ابتدت بشكل كويس جدا وبعدين قعدت لفترة طويلة قوي في حالة خمول واحباط وفي موسم الجوائز تفجرت في وشنا بعدد كبير جدا من الافلام المميزة واعتقد ان ده حينعكس في التصنيف اللي انا مقدمه في الحلقة دي لحضراتكم لاني على الرغم من اني اخترت عشر افلام عن اقتناع كامل على غير العادة ما لقيتش ولا فيلم يصلح انه يخش عندنا في قائمة شرفية كالعادة مقياس التصنيف الاوحد للافلام دي هو تفضيلي الشخصي واللي مش بالضرورة حيتوافق مع تقييمات الافلام دي في حلقات مراجعتها دكتور سليب هو واحد من فيلمين رعب موجودين معانا في الايمان وده ما يمثلش حالة الاحباط العام لافلام الرعب في 2019 وهي حالة طالت تصنيفات كتير مش افلام الرعب بس وعموما دكتور سليب فاجئني جدا بقد ايه كان مميز في كل الفصول بتاعته معا ده بس الفصل الاخير ويبدو فعلا ان لو ناس حتقتبس فيلم عن رواية لستيفن كينج افضل حاجة تعملها هي انك تلتزم باقصى درجات الاخلاص في رقم 9 معانا واحد من فيلمين بس موجودين معانا في الايمان وللأسف ما لهمش مراجعات على القناة ماريتش توري نجح في انه يحجز مكان متقدم جدا في قوائم عدد كبير من المشاهدين رغم انه في الحقيقة دراما عادية جدا من حياتنا اليومية وبيتميز في النطاق الواسع للتنوع ما بين الحالات الدرامية والاداء التمثيلي الاستثنائي من ثلاثي البطولة اه انا شايف ان لورا ديرن هي صاحبة افضل اداء نسائي مساند السنادي وطبعا احضروا من اللي ممكن يحصل من سكارلت يوهانسون وبكل تأكيد من ادم درايفر اس كان من الافلام اللي ديتني امل كبير اوي في بداية السنة ويبدو ان الفجوة المظلمة اللي سقطنا فيها من بعده نسة الناس هو قد ايه كان مميز فانا عاوز انتهز الفرصة دي عشان افكركم بقد ايه فيلم اس كان فيلم غني وكان واسع النطاق ومليان سينما رغم ان تصنيفه في الاساس هو فيلم رعب وحد دايق الصراحة لو تم تجاوز لوبيتا نيونجو في ترشحات الاوسكارز في المركز السابع عندنا فيلم نايفز اوت اللي نجح في انه يفرد نفسه على الاجندة السينمائية رغم ان تركبته سهلة خد تصنيف الناس بتحبه هات نجوم مشهود لهم بالكفاءة والناس بتحبهم وخاطر شوية في الصواميل الاساسية بتاعت الفكرة ووريني انت كصانع افلام قادر تعمل ايه على مستوى الاقاع وما تخليش محاولتك انك تبان ذكي تفرد نفسها على الدراما وبس يا معلم المركز السابع عند فيلم جامد هيا سيابة رقم ستة هو الفيلم التاني اللي ملوش مراجعة على القناة بس ان شاء الله حيكون له مراجعة على القناة والفيلم الاوحد قال غير ناطق باللغة الانجليزية بارازايت الفيلم الواقعي الصادم اللي بيقدم تعليق في منتهى الحد على وضع الطبقات الاجتماعية واللي اعتقد انه من العبث اننا نختلف فيما اذا كان هيكسب اسكر افضل فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية ولا لا الخلاف دلوقتي فيما اذا كان هيكسب الاسكر الكبيرة ولا لا رقم خمسة ممكن يكون واحد من افلام قليلة جدا في 2019 رهنت على الحجم وكسبت رهان بمنتهى الامانة منصحش اي حد بيه في 2020 وده لان افنجرز اند جيم كان بيعتمد على ارث طويل وغني جدا وعرف يختمه بفصل يعد من افضل الكارنافالات السينمائية في التاريخ وقدر برضو من خلاله يقدم السينما بالمعنى الحقيقي فيها دراما وفيها شخصيات وفيها صراع وفيها انعكسات وفيها اداء وفيها حوار وفيها سيد ديزاين وفيها ديكوريشن وفيها مونتاج وفيها موسيقى وفيها صوت وفيها كل حاجة يعني بس عموما ديخ ناقة انا مش عاوز اتخنقها النهاردة فورد فراري حيبتدي معانا ايمة وصيارة الكاستنج لعب فيها دور مهم جدا لان من الصعب جدا ان احنا نتفرج على فيلم زي ده ونتخيل ان البطولة كانت ممكن تكون لأي كنين غير مات ديمون وكريستيان بيل وده مش تقليل من العناصر التانية يكفي ان الفيلم ده وصل لمكانة انه يتقارن عندي برش لأ ده موضوع كبير معلش اخدوا بالكم وفكرة اني اطلع من فيلم بيحكي احداث حقيقية ومش قادر اصدقها بسهولة دي موضوع كبير برضو بس معلش الكارزمة بتاعت البطالين واللي تدفقت ابعد منهم للشخصيات المسندة كمان هي عنصر التميز الاساسي في الفيلم الايمة دي كلها على بعضها كده رسمتها في مخي في ظرف نص ساعة وبعدين اعدت تلت ساعات افاضل ما بين اصحاب المركز التاني والتالت جوكر الفيلم اللي لا يكفي انك تكون حبيته جدا او اعجبت بيه بشدة او اكدت على ان بطله هو صاحب افضل اداء في السنة او صنفتوا عندك كتالت افضل فيلم تالت افضل فيلم معقول كريهتوا للدرجات دي انت قابض انت مبتفهمش انت خالف تعرف يعني جوكر بالنسبة لك زي جرين بوك السنة اللي فاتت او بيبي درايفر السنة اللي قبلها او منشستر سيتي في الدورة الانجليزية على فكرة بقى رياض محرز هو فخر العرب الحقيقي والنعمة حبيت الفيلم والنعمة تالت افضل فيلم عندي في السنة والنعمة من افضل الافلام في اخر خمس ست سنين وسهل علي جدا نطلع اقول افضل فيلم واقول خمسمائة حج عشان الكلام يطلع مقنع وريح دماغي واطلع اجازتي في هدوء بس الصراحة في الحالة دي مش هيبقى هدوء ولا حاجة لاني حبقى عارف كويس جدا اني كدبت على نفسي واني ما كرمتش الفيلمين اللي انا فعلا شايفهم افضل السنين السينمائية المميزة يا جماعة دايما بنفتكرها بالاسماء الكبيرة اللي اشتغلت فيها وعشان كده زي ما قلت قبل كده 2019 حتفضل دايما السنة اللي اشتغل فيها كوينتين تارنتينو ومارتين سكورسيز اللي حيكسب المركز الاول مفيش اي دعي للساسبنس الرخيص تارنتينو ما اكتفاش بان السنة تبقى متسمية باسمه بقى اصلا وراح كمان عامل بطولة ثنائية محدش كان يحلم بيها حطلنا ديكابريو برادبيت مع بعض في فرصة ممكن جدا فعلا تكون الاخيرة وقدم لنا فيلم من مدرسته ومتنوع جدا على مستوى الفصول وحقيقي حقيقي حقيقي ملا دماغي ومش حازها ابدا من اني اكرر انه فعلا صاحب افضل نهاية لاي فيلم يمكن في اخر عشر سنين ريان جونسون عمل فيلم وجاب فيه فريق نجوم استثنائي ام جيمز مان جولد رد عليه وعمل فيلم من بطولة ثنائي خرافي ام تارنتينو رد عليهم هما اللي اتنين وعمل فيلم من بطولة ثنائي اسطوري وفي الاخر مارتن سكورسيزي جاب لهم تلت تنانين كلهم كلهم في تقدير الشخصي دي ايرش مان ما يتقارنش باي فيلم جوه 2019 اللي ممكن نشغل نفسنا بيه فعلا هو لو الفيلم ده اتصنف ضمن اعظم افلام المافيا في التاريخ مركزه هيكون ايه نتفليكس ده فعالة كام يا استاذ قول من الاخر بس بلاش تقعد تجعلص وتكبر في الكام طب على فكرة بقى جون الاهل التاني اوف سايد دي كده الايمة والتصنيف وكالعادة ياريت تعرفوني تصنيفكم لافضل الافلام في 2019 في التعليقات علشان نشكل الايمة تانية افضل من الايمة بتاعتي مئة مرة من ارأة كومنتو وياريت تعملوا شار و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبودج وباز وكل السنة وانتو طيبين وياريت محدش يبقى زعلان مني وبي باي